هنتعرف على قصة حياة الفنان الكوميدي عبد الفتاح الأصري ابن الأكابر خريج مدارس اللغات وحنعرف إزاي دخل عالم الفن وإيه موقف أهله من دخوله عالم الفن والتمثيل وإيه علاقته بالفنان نجيب الرحاني وإزاي جرجو أبيض ضربه على وشه بالألم وإيه السابق وإزاي أصبح في قمة المجد لينتهي به الحال في البدروم وكيف غدرت بيه زوجته وده زوجت ابنه وعلى ما أجبرت ولد الفنان عبد الفتاح الأصري في 15 أبريل 1897 لأسرة ثرية تعمل في الصاغة ناس تجاهد ذهب ومجوهرات كان والده عنده محلات ذهب في حي الجمالية بالقاهرة وبالمناسبة لعيلة دي كان عندهم قلة الإنجاب وراسة علشان كده كان جده يتمنى أن يشوف حفيده متجوز وعنده أولاد يحملوا اسم وكمان كانوا عايزين يتطمنوا أنه يكبر ويورس صنعة الذهب والمجوهرات عشان يورس المحلات هو وأولاده وكان عبد الفتاح مدلل جدا لأنه تولد في بقه معلقة ذهب زي ما بيقوله فجده كان بيحبه جدا ومدلعه كتير قوي وكان بياخده معاه شغله علشان يتعلم ويشب على الصنعة فاختلت بأولاد البلد والتجار وكان بيلبس الجلباب زي جده وأصبحت طريقته زيهم أما أبوه بقى فحب يعلمه تعليم عالي زي أولاد الطبقة الراقية فدخلوا مدرسة الفرير الفرنسية وكان زاكي وشاطر جدا في الدراسة وبرغم كده كان لي أصحاب أو شي اللي كان متلم عليهم بيحبوا الصهر في المقاهي فكان بيصهر معاهم وده بيخليه نم متأخر وطبعا بيصحى متأخر وبيروح المدرسة في وقت متأخر لكنه كان مستمر في المدرسة وتعلم الفرنساوي والإنجليزي وأتقنهم جدا ولكنه بقى زيق وما حبش يكمل تعليمه وأصر على كده وبالمناسبة عبد الفتاح كان بيجمع في صدقاته بين أبناء الطبقة الرأية زميله في المدرسة وبين أولاد البلد بتوع حي الجمالية بس هو كان بيفضل ولاد البلد البسطاء والاختلاط به وده بدوره خلاه بيعرف يتعامل مع الناس كويس وكان شاطر في البيع والشراء أما بقى عن الفن فتعرف على عدد من الفنانين وعيش الفن منهم وبدأت بقى محاولاته لاقتحام عالم الفن والتمثيل فالتحق بفرقة فوز الجزائر لي وعبد الرحمن رشدي ولما أبوه عرف غضب عليه جدا وأصر إنه يجوزه وفعلا اتجوز عبد الفتاح سنة 1916 ولكنه طلقها لعدم الإنجاب واستمر في طريقه للفن وده تسبب في أن والده طرده من البيت وهدده بالحرمان من الميراس لو استمر في طريق المشخصتية ولكنه كان مصر على تحقيق حلمه فالتحق بفرقة جورج أبيض وكان جورج متحمس جدا ليه وخصوصا بعد ملاقاة متقن للإنجليزي والفرنساوي وأول أدواره كان في مصرحات أديب ماليكان اللي كان تراجيدي ومفوش ولا نقطة كوميدي وقام بالدور العراف الأعمى وعلى فكرة أثناء عرض المصرحية دي حصل موقف أدى إلى أن جورج أبيض تشابك مع عبد الفتاح وضربه بالألم وده لأنه أثناء تقديد دوره على المصرح ارتجى الكوميدي في مصرحية أديب اللي هي أصلا ما فيهاش ضحك وكلها مأساة فالمفروض أن أديب يقول للعرف صح يا ابن الجحيم يرد الأعمى ويقول له يا حسرت أنا تقول لي صح فالناس بقى انفجرت من الدحك لأن عبد الفتاح قالها بطريقته الكوميدي فانزعج جدا جورج أبيض وقف للسطار ووبخه جدا ووصفه بأنه فاشل وضربه على وشه وطرده من الفرقة وبرغم أن الوقع دي أحبطته إلا أنها كانت السبب في انطلاء الفن النحو النجومية وخصوصا الكوميدي وبمجرد ما سمع الرحاني عن الوقع دي ضموا الفرقته على طول ووقع معاه عقل فكان متقلق جدا في الفرقة وربطت بينه وبين الأسر صداقة كوية جدا وبدأ بقى طريقه للنجومية وبعد كده دخل عالم السينما ليقوم بأول دور في فيلم المعلم بحبح مع فوز الجزيرلي سنة 1935 وحقق نجاح كبير جدا وانهالت عليه بعد كده العروض لدرجة أنه مكانش بيلاحق على الأعمال الفنية فكان بيعمل في السنة عشر أفلام ده غير اللي كان بيرفضهم وغير المسرحيات وبعد وفاة الرحاني كون ثناء فني مع اسماعيل ياسين وقدموا لعديد من الأفلام والمسرحيات زي فيلم حرام عليك ومتح في الشمع وبيت الأشباح وغيرهم وانحصر عبدالفتاح الأسري في دور ابن البلد إلا ما يصلحش إلا ليه وأبدع في دور المعلم وأصبح رصيده السينمائي 64 فيلم كان أخرهم سكر هانم سنة 1960 أما بقى عن زيجاته فهو تجوز مرتين أو ثلاثة فأول زيجة ليتطلق مراته في سن صغير لأنه هي ما بتخلفش ده طبعا على حسب اعتقاد وقتها وتجوز مرة تانية ولكن برضو ما خلفش فهو كان بيعاني من عدم الإنجاب وعلشان يعود النقص ده حب أنه يتبنى طفل فلقى طفل مشرد فأحب يكرمه وأخده عنده البيت فقرر أنه يتبنى علشان يعيش معاه مع زوجته كابن ليهم عوضا عن الحرمان من الأبناء ولكن زوجته رفضت وأصاد رفضها ده طلقها عبد الفتاح إكراما للولد اللي كان بيحبه جدا وكان وقتها عنده 12 سنة وبعدها تجوز من امرأة أخرى كانت تصغره بسنوات عديدة كان بيحبها ومدلعها جدا لدرجة أنها خلته يكتب لها البيت اللي هم ساكنين بإسمها وبعد كده اكتشف عبد الفتاح أن فيه علاقة غير شرعية نشأت بين الولد اللي مربي وبين مراته فاتصدم جدا وأكبرته أنه يطلقها علشان تتجوز الولد الجاحد ناكر الجميل ده وحصل كل اللي هم الاتنين كانوا مخططين له وطردت عبد الفتاح وطلقها بعد ما أخدت منه كل حاجة ولما حبت تتجوز الولد ده وتكتب ويكتبه عقد الجواز أكبرت عبد الفتاح أنه يكون شاهد على هذا العقد وطبعا بعد ما استولت على كل ممتلكاته رميته في قوضة في البدروم وعاش يعيني فيها اللي باقي من عمره عاش الفنان عبد الفتاح الأصري في المكان الرضيء وكان تعبان جدا وطبعا الصدمة دي أسرت على مخه جاله نوع من الخلل العقلي وكان بينسى وكان بيتسول السجير والطعام من المرة هو يعيني كان بيشحط من الناس وهما في المقابل يقولوله طب ما تقول لنا كده يا عم عبد الفتاح نورماندي تو وكان يعيني هو مش فاهم هما بيقولوا إيه لأنه هو ما كانش فاكر أي حاجة ماهي الصدمات النفسية يعيني أحيانا بتأثر على العقل بس الراجل ده تظلم كتير جدا فالستة اللي تجوزته من جبرتها وظلمها أجبرته أنه يطلقها لأ كمان يكتب لها الشقة بإسمها مش كده بس لأ ويشهد على عقد جوازها من الولد اللي رباه ففضل يعيني حبيس البدرهم من فقر وجوع وعذاب فالمأساء اللي عاشها عبد الفتاح الأصري لا يتخيلها أحد فالراجل ده اللي أضحكنا وأمتعنا بأعماله الفنية وإفهاته الجميلة تكون دي نهايته بقى ده الفنان اللي قال يا صفايح الزبدة السيحة بقى هو ده حنفي فيلم ابن حميده واللي كلمته ما تنزلش الأرض أبدا فبعد ما وصل عبد الفتاح للقمة في الشهرة والمجد والضحك والمرح وصل للعكس سماما تحول يعيني لشخص بائس فقير لا يملك حتى قوت يومه وبالمناسبة هو تصب العمى أثناء عمله في مصرحية الحبيب المضروب مع اسماعيل ياسين وهو على المصرح وبيقدي دوره فجأة ما شافش قدامه الدنيا ظلمت فجأة وقال يا عالم أنا تعاميت أنا مش شايف فالنص فضلت تتحك حتى كمان اسماعيل ياسين افتكره بيرتجل ولكن بعد كده أدرك أن صاحبه فعلا تعب وفقد بصره بسبب ارتفاع السكر وقفل استطار وكتبت مجلة الكواكب عن وقاته مع زب وحالته طبعا النفسية كانت سيئة جدا حبت ماري مونيب ونجوة سالم أنهم ما يزوروا ولكن مراته رفضت وطردتهم ولما رجعوا له تاني لقوا يعني فاقد الزاكرة مش فاكرهم حزنه عليه جدا وودوا المستشفى ولما تلع لأمراته باعت كل حاجة وهربت مع جزهة وأصبح ملهوش حتى ما كان يسكن فيه وساعت نجوة سالم وماري مونيب أنهم يجمعوا تبرعات لمساعدته من أجل تخصيص مسكن ليه وأصبح له مسكن وإعانة شهرية 10 جنيه وكانت نجوة سالم دائمة السؤال عليه وبتزوره باستمرار لحد ما توفى في 8 مارس 1964 ولم يحضر جنسته إلا القليل وعلى رأسهم نجوة سالم وماري مونيب رحم الله عبد الفتاح الأصري ترجمة نانسي قنقر